أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل بأن المدفعية الروسية قصفت مدينة خاركيف مع انتهاء محادثات وقف إطلاق النار دون انفراجة كما أفادت رويترز في بنبأ آخر أن رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون طالب قادة العالم بالاستمرار بتقديم السلاح إلى أوكرانيا كما طالب جونسون قادة العالم بضرورة الاستمرار بالضغط على روسيا عبر فرض عقوبات والحد من التجارة في نفس الصياق أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن ألمانيا أرسلت مقاتلات وطائرات للمراقبة فوق بحر البلطيق مشيرة أيضا إلى أن فرنسا نقلت سفارتها في أوكرانيا إلى مدينة الفيف لوجود تهديدات في كييف ونتابع الآن هذه اللقطات الحية على الهواء مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر